موسيقى 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 الأولية إلا روح بيتحدث وممكن اللي عنده يعني إرهاصة واحدة من الشعور ممكن يسمع اللوحات بتاعتها بتقول فأرجو أن حضرتك تلقي عليها الدوق بأهمية وأنا عايز شوف حضرتك بس نظرة الرضا واللي بتسامع على وجه الدكتورة اللي مجرد تشجيح حضرتك بالتوفيق ويعني هايلة ممكن تشرح لنا إيه اللي حضرتك عمزيلا إن سيادة المحافظ ندى على الكاميرا مخصوص عشان يلقي الدوق على مجهودك الرائع ده هو الشغل المستوحى من الفن الشعبي المصري ومن السر الشعبية المصرية هو عبارة عن توليف بين الخامات المختلفة جلد طبيعي وفل وخيش بحيث أنه ينصهر في بوطاقة واحدة يعبر عن يعبر عن ما يدور المعنى المقصود به هنا بتقول احنا ما تعرفناش على حضرتك دكتورة جهان الملكي رئيسة لجنة الفين والتشكيلية في المجلس الأعلى للثقافة بورسعيد بدرس هنا في الجامعة في الإسماعيلية في كل التربية وفنية تشكيلية بس كفية حضرتك أنت قامة وهامة وقيمة يعني الغربة محب يعرف حد بنلفظه واحد يقول عليه فاليو أنت حضرتك تعريف كلمة فاليو أنت القيمة فعلا لا فنانة رائعة حسيسك مرهافة عندي القدرة عالية جدا عن التعبير أنا مزهول بالفن بتاع حضرتك شكرا جدا لسات المعارض لسات المعارض اللي يفتح المعارض بتاعك هنا شكرا للمشاكرا أنا موافق حضرتك موافق وستاذ ماهر وعد من حضرتك أن نحن نعمل المعارض بتاعي ننقل من بورسعيد بالإسماعيل في أي وقت أقف جنبك حتى أثقف نفسي مشاعر الواحد تهدى شوية من العمل أنت شيء طيب وجميل وربنا يديك الصحة والعافية يعني ده خبر حصري لبرنامج بباني الخير إن دكتورة جهان هتنقل معرضها من بورسعيد لإسماعيلية تحت رعاية سيادة اللواء أركان حرب حمدي عثمان متكلف بأي قيمة حضرتك تكلفها ما تكلفيش نفسك أي حاجة أنا والأستاذ ماهر بنتعاون كتير قوي في إظهار الفن في مدينة إسماعيلية لأنها مدينة زواقة أساسا وشعبها شعب فنان وشعب ومورها في الأحاسيس فإحنا يجب أن نرتقي بزوءه قدر ما نستطيع أنا والأستاذ ماهر إن شاء الله إن شاء الله اسمحولي أرحب بالسيد المحافظ اللواء أركان حرب حمدي عثمان في العيد القومي لمحافظة الإسماعيلية وبنقول لحضرتك يا رب دايما أعياد يا رب دايما الأول أنا بابتدي الكلام ببسم الله الرحمن الرحيم ثانيا تحية طيبة لشعب الإسماعيلية الشعب البطل الشعب العظيم الشعب الباسل الشعب اللي كل يوم هو عيد ثابت في التاريخ مش إحنا بنعملهوله يعني يعني 25 نناير هو ذا من أعياد الشعب 6 أكتوبر من أعياد الشعب حتى حرب الاستنزاف تعتبر كل يوم فيها عيد من أعياد الشعب الثورة الاقتصادية اللي إحنا عايشين فيها اللي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي كل يوم فيها عيد لما نتكلم على أي حاجة بتحصل في المحافظة من أنفاء تحت قناة السويس أو من مدينة الإسماعيلية الجديدة أو من عبور المياه العزبة تحت قناة السويس في سيف سرابيوم أو عبور المياه المحللة سلاسيا في سيف المحسمة عشان نزرع أرض خير ونماء وتضاف إلى المساحة الزراعية في مصر لما نتكلم على مزرع السمكية الهائلة اللي موجودة في الشرق لما نتكلم على حالة الطرق الاستراتيجية لما نتكلم على الكباري لما نتكلم على بناء الإنسان المصري في الإسماعيلية من خلال منظومة الصحة ومنظومة التعليم ومنظومة التغلب على العشوائيات منظومة الجلب الاستثمار في المناطق الصناعية وفي المنطقة الاستثمارية الحرة لما نتكلم على كلمة سر الإسماعيلية كلها عرفها وهي منطقة الكاكولة كانت شكلها إيه وبقى شكلها إيه دلوقتي لما نتكلم على تكلفة مياه الشرب الصحية النقية عشان كده أنا شجعت وقلت ما فيش مياه معدنية معدنية في أي دوان من دووين المحافظة لأن أنا زوق للمياه لأن أنا منوفي وجاي من القاهرة فجيت على الإسماعيلية هي أطيب طعمه مياه فهي يجب أنها نستغلها وتوفر في الاقتصاد لو أنت حبيت شعب الإسماعيلية زي ما أنا بحبه هتعرفيه وتعرفيه عن قربه بسرعة جدا شعب مفتوح شعب كتاب أبيض محافظته مطرامية ولكنها سهل العمل فيها ما هيش طولية ما هيش زي مرسى مطروح مثلا أو كلافه شعب بناء شعب بيحب بسرعة بيجبرك على الاستقامة ويجبرك على الشففية من ثقة فيكي من أول ما شاف لا هو بيوصله يا فندي من كلام القلب فلما الكلام بيكون هو شعب صعب يدحك عليه يعني لو هنقول شوية كلام منظمك وما تشطلع من القلب أنا اسماعيلوي فعرفة فهو بيوصله كلام من القلب بفهد لا أتحك على حد أنا ببتسم بس لا كلام حضرتك وصل أقولك حاضر أنا بتكلم على أشياء موجودة في الإسماعيلية وهم شايفينها بوعز الفضل إلى أهله مش لحد آخر أن الفضل ده هو كيف دبر الأمر من قبل السيد الرئيسي الجمهورية أنه أوجد المشاريع الطيبة الجميلة العملاقة الاستراتيجية دي كلها في وقت وجهزهم والأربع سنين اللي فاتوا أنا بتكلم عن الحاجات موجودة على الأرض إنما إيه المستقبل في إيه بالنسبة للقادمين الجدد بقول إن إحنا عاوزين نزود مساحة المناطق الاستثمارية والمناطق الاقتصادية بمئة 58 فدان كمان إن شاء الله وحن نعلنهم في 89 فدان جنوب سراويهم حنشتغل فيهم على إنهم منطقة استثمارية حنستكمل كل مشاريع المياه الشرب ومشاريع الصرف الصحي وإحنا ابتكرنا حاجة في المحافظة الحمد لله إن 60% على المحافظة هو 40% على المنتفع المستفيد من الصرف الصحي ومش هاخد منه فلوس كلمة 40% دي لا تترجم إلى جمع فلوس التبرع بقطعة الأرض اللي حتقوم فيها محطة الرف ومددانه التوصيل من منزله إلى المنصورة الرئيسية في وسط الشارع أنا كده بقول دولة 40% بتقع كفاية سيب لنا البقية 60% اللي هي جوهر للمشروع وبنشرك معنا المكتبع المحلي الطيب المحترم اللي هو شعب الإسماعيلية معهم فدرات خلاقة وإحنا بنحاول ندخل فدرات دي في إنها ترتفع بمستوى معيشة الغير خاطرين دي مهمة جدا علشان أمكن مرأة واماكن شهاب لازم أوصلوا المستوى معين من محو الأمية ومستوى معين من الدخل الاقتصادي وإحنا شغالين في دي الحكومة بجانب الجامعات الأهلية والمجتمع المدني علشان نبقى كلنا بنظهض بمجتمعنا إن شاء الله يعني حضرتك أول حاجة دورت عليها أدمية المواطن أساسياته اللي بيحس بيها بأدميته مش أنا كمان هاي دي توجهات من سيد الرئيس لأنه هو إحنا بنعمل بتوجهات وهو دارس عميق لمشكلات الشعب المصري وعنده القدرة ما شاء الله على الحل لكل شيء بتأسيم المشاكل إلى جزئات صغيرة عشان نبقى قادرين على الحل طب يا فندم سؤال علشان أنا عرف وقت المقرض الهدية ربنا أي حاجة يعني المقرض والفنون تستنعنا بس فيه مهمة لنا جميعا أرجوك أنك تتعيها وتنشرها للناس أنا مش مسؤولتي فقط أن أنا أخطط ونفذ وتابع وأشرف على ما خططه فيه مهمة كمان أرجو أن أنتو تخلي بالكم منها يوي اللي هي رسخ الوعي في نفوس الناس اللي هو بيساوي الاتفاف حوالين عالم واحد ورجل واحد هي جمهورية مصر العربية عندنا مغلوطات كتير في الفترة الحاضرة أثر غياب القائمين بالمهمة اللي أنا كلمتك عليها اللي هي بس الوعي فعقول شبابنا وعقول الأولاد اللي هم المؤسرين أولادنا خدتها جهات في السوشيال ميديا كتير بدأت تغرب فيها أفكار لا قبل لها من الصحة عارية تماما فوجبي أنا من ضمن مسؤولياتي إن أنا أتكلم معاكو كتير قوي وإحنا تحت عمر حضرتك يا فندي بالظبط لأن هم شعب بس الوعي عشر على عشر شعب الإسماعيلية عارف المشايا اللي أنا بتكلم عليها دي وهو عايش فيها وشغال فيها فتكرارها تكرارها تكرارها ما بيقدمش أو بيأخر لأنها واقع مش مستقبلي ولكن أنا وظفتي الأساسية أو الأولوية فيها هي بس الوعي الواعي الدقيق بس بستخدم الأرقام شوية يعذروني لأن لو أنت مش على دراية بحقيقة الأمر متعدكيتش القدرة أن أنت تبس وعي لحد يبقى أنت بتقولي كلام إنشة ما حدش حيث أبله الأرقام بتبع دليل على المصدقية وبتبع أكبر إحصاء العلم بيقول كده ما نجي نتكلم على أي حاجة نتكلم بأرقام فما تزهقوش من أنا بقول إيه دايما الأرقام ولكن الهدف منها هو بس الوعي وتثبيت وترسيخ الوعي الوطني ما ياخدش تفكيرهم حد تاني مننا والحد التاني ده يؤسو الضرر مصر طب إيه الأرقام يا فندم اللي النهاردة سيادة اللواء أركان حرب حمدي عثمان عايز يقولها لإسمعالية ولإسمعالوية في عيدها القومي بمشاريع الحمد لله رب العالمين مصر بقائدها وفرت معانا فلوس إن أي حد عنده مشكلة اقتصادية محتاج دعم اقتصادي أنا جاهز وحاضر وده كلام بيتسجل علي ومن يوم ما جيت بقالي شاه بقابل ناس كتير والحمد لله ربنا سهل لنا إن احنا بنحل مشاكل الناس المشاكل اليومية دي بتبقى صعبة على الإنسان الغير قادر على حلها بتبقى حجر عصر في حياته معانا الحمد لله الحكومة موفرنا ورئيسنا موفر لنا الموارد المادية اللي نقدر نفرج على أي حد ده ندى بابسو من حضرتك الندى التاني إن احنا عندنا القدرة إن احنا نسد حاجة إخواننا اللي في القرى إذا كان في دخل الشتة دي إذا كان فيه أي مساعدة إحنا نقدر نعملها إحنا جاهزين إنه في ملايين أنا جاهز نصرفها على الناس بس مش بطريقة إعطائي سمكة لا بطريقة إعطائي كيف أصدرت الخمس سلاف جنيه ممكن أي حد ياخده من صرفهم في شهر إنما لو أنا عملت له بهم مشروع الجديد بقى لو أنا خليت خمسة ستة مع بعض يعملوا مشروع دخلنا في أربعين خمسين ألف جنيه أصبح هناك مشروع نقدر نتكلم إنه ممكن يدخل دخل ويحول شكل المجموعة من مستوى اجتماعي إلى مستوى اجتماعي أرقى إن شاء الله وإن شاء الله يا فندم برنامج بباني الخير مع حضرتك في افتتاحات في تحويل أرقام في استقبال وكل سنة وحضرتك طيب وشعب اسمعليا كله بخير وأسيب حضرتك حضرتك متشكرين جدا شكرا يا فندم معنا شخصية مكان مكانت كان لها بصمتها رئيس مجلس مدينة في أهم وأخطر مراحلها كان موجود وقدة بصمة كبيرة جدا مدينة الأنطارة شر لما مسك سكرتير عام مساعد حسيت إن هو كان موجود في المكان ده مش عشان بس ينجز عشان يقابل السادة المواطنين ويحل مشاكلهم ويقوموا بمهامه معنا ومعاكم المهندس عبدالله الزغبي السكرتيري العام المساعد لمحافظة اسمعليا أهلا وسهلا بحركة أهلا بحضرتك كيفان؟ أنا أولا سعيدة بحضرتك جدا لأن أنا بأحد حضرتك على المستوى الشخصي من أيام ما كنت بارن على حضرتك تليفونيا في اليوم يجي عشر مرات عشان مشاكل مواطنين في الأنطارة شرق وكانت بتتحلق طبعا يمكن ده دورنا أننا قاعدين وربنا مسخرنا لخدمة المواطن وهم حاجة خدمة المواطن ويمكن الحمد لله كانت فترة من فترات المهمة في حياة الإنسان أن الواحد يعمل في مدينة أو في مركز مدينة زي مدينة الأنطارة شرق والحمد لله قد دينا دورنا بكل أمانة وكل إخلاص باش مهندس كاسكرتير عام مساعد لمحافظة اسمعليا في مرحلة الدنيا كلها بتبص عليها مش هنقول مصر بس إيه أول حاجة جات في فكرة حضرتك وحضرتك بتكلف بالمنصب ده هو يمكن المنصب طبعا هو تكليف زي ما قلت حضرتك ويمكن اسمعليا محزوزة من المحافظات اللي هي المحورية زي ما بقوله بتنفس فيها عدد من المشروعات القومية المهمة جدا اللي بتنقل الوطن بالكامل مش محافظة لإسماعليا إسماعليا بتشهد تنفيذ عدد من المشروعات التنموية كبيرة جدا يمكن احنا بيتنفس عندنا في إسماعليا حوالي مشروعات بحوالي 55 مليار جنيه مشروعات قومية ومشروعات رئيسية ومشروعات مركزية ومشروعات محلية مشروعات قومية بتخدم مدينة الإسماعليا وتخدم الاقتصاد القومي زي أنفاء قناة السويس زي الإسماعليا جديدة زي سحرات سرابلون زي مجمع صوامة العنطرة زي من السزراع السمكي تابع لهذه القناة السويس اللي هو الهدف منه بيسد الفجوة بين السهلاك والاستيراد حاجات كتيرة مشروعات كتيرة بتعملت في إسماعليا لكن أنا بعد تبر لمدينة الإسماعليا بشعب الإسماعليا يمكن أهم المشروع فيه مشروع تطوير المحاور المررية داخل مدينة الإسماعليا والمشروع ده من أهم المشروعات اللي هو فعلا نهي على التكدس عمل سيولة مررية في مدينة الإسماعليا كان يمكن معظم الإسماعليا ما كانوش متصورين المشروع هيبقى بال دخامة دي وقد وإمكاننا في الصف اللي فات وفي اللقاءات والمناسبات كنا بنعاني طبعا قبل كده الحمد لله ما فيش معاناة تمت في كل الفترة اللي فاتت في سيولة مررية بتستكمل حاليا الحمد لله برضو في عدد من القطاعات بنحددك مشروعات تنموية كبيرة جدا بتقاوم في محافظة الإسماعليا حاليا احنا في إسماعليا بنفتخر بأزين مشروعات اللي الهدف منها بترقى إلى تحسين مستوى طبعا المعيشة للمواطن الإسماعلياوي وبتوفر فرص عمل لأبناء محافظة الإسماعليا ان شاء الله لنا لقاءات تانية علشان كل حاجة أو كل محور من لحضرتك ذكرته ده ليه حلقة لوحده ان شاء الله تحية مصر يا فندي تحية مصر تحية مصر تحية مصر التحية من تحية مصر تحية مصر تحية مصر تحية مصر تحية مباشرة اللهوه أشرف فؤاد رئيس مجلس مدينة إسماعيلية أهلا وسهلا بيك أستئيل أهلا بيك يا فنم كل سنة وحدرتك طيبة والشعب الإسماعيلية كله بخير وطيب كل سنة وحدرتك طيب وإسماعيلية ومصر كلها بخير ونت بصseasonك يا فنم بنهنئ أنفسنا وبنهنئ شعب الإسماعيلية وبنهنئ المقاومة بتاعت إسماعيلية وبنهنئ الشباب القديم بتاع إسماعيلية الشباب اللي هم أبهاتنا وأجدادنا اللي كانت مبادرة منهم أول من أطلق شرارة الثورة في مصر كلها كان بدأ من إسماعيلية من المدرسة السنوية إسماعيلية اللي هي دلات المدرسة السادات طلبت هذه المدرسة اللي في 16 أكتوبر 51 توجهوا إلى ميدان عرابي وحرقوا الكمب الإنجليزي اللي كان موجود هناك ونضم لهم العمال والمصنع كخولة والثورة دي قاعدت مئة يوم على فكرة مئة يوم لغاية يوم 25 يناير واحد اتنين وخمسين طلبت سنوي اللي هي المدرسة السنوية كانت المدرسة الوحيدة اللي في إسماعيلية قامت بالثورة دي كده في بدايتها شرارة الثورة لغاية منتق وقفت 25 يناير واثنين وخمسين ودي من ضمن الأسباب اللي عجلت بثورة 23 يوليو لأنها كانت قامت ثورة في مصر كلها كانت الشرارة من هنا من هنا من إسماعيلية من المدرسة السنوية اللي هي دلات المدرسة السادات عشان كده احنا لما بنعف إعزازا وإجلالا وتقديرا لأبهاتنا وأجدادنا اللي كانوا موجودين في أيام الثورة دي بنقول انه احنا تم استعادة اليوم القومي أو اليوم اللي فيه بتحتفل محافظة إسماعيلية بالعيد القومي بتاعها يوم 16 أكتوبر 51 ودي أول مرة السنة دي هنحتفل ب16 أكتوبر هو أنا عايزة وعد بس يا فندم السادة المشاهدين لأن احنا بنا قصص وحاجات كتير تتحكي من أيام ما حضرتك كنت رئيس مجلس مدينة فايد وقد إيه كنت بتقفل العائلات وبتحل وبتقعد وبتعمل مجالس عرب إن احنا يكون لنا لقاء مطول عشان أنا شايفة الدنيا كلها بتنادي على حضرتك بس تقول إيه لإسماعيلية في عيدها القومي والمصر قبل ما نخلق كل سنة وحالات الطيبين احنا في صدد احتفال بالعيد القومي المدينة الإسماعيلية وبصدد الاحتفال للقومي بالعيد مصر الكبير جدا نصر أكتوبر احنا في أكتوبر بردك يعني الصدفة الجميلة إنه احنا عيد القومي بتاعنا في شهر أكتوبر ومصر والدنيا كلها بتحتفل من صدد اكتوبر بردك في شهر أكتوبر تحية مصر يا فندي تحية مصر تحية مصر تحية مصر ومعانا ومعاكم اللواء عماد يوسف رئيس مجلس مدينة التال الكبير وأهلا بحضرتك أهلا بحضرتك حضرتك الأول كنت مسك حية ثالث وبعدين التال الكبير إيه الفرق لا فيه فرق كبير جدا حية رئيس مجلس مدينة بتعتبر من أكبر مدن إسماعيلية التال الكبير طبعا من أكبر تعتبر من أكبر مدن إسماعيلية وحية ثالث ده بيعلم أي حد يعني مفروض أي حد يجي على حية ثالث بعد كده يطلع يروح أي مكان تاني حي تالي تعتبر مدينة كاملة لوحدها ومجلس مدينة التالي الكبير فيه خمس كرة والخمس كرة ما يجوش أي جزء بسيط من حي تالي وطبعا طبيعة التعامل للشعب هناك غير هنا هناك الناس لهم طبيعة خاصة وتعامل معهم غير الموجود هنا وناس أهلنا والمندير اللي عملها هناك بسلاسة نظرا لأن فيه شعبيين كتير وناس متعاونين داخل التالي الكبير هو نظرا لبدء الحافلة وبداية وانا عارف ارتباط حضرتك بالضيوف وسيادة المحافظة ايه الكلمة اللي حضرتك تقولها الإسماعيلية في عيدها القومي النهاردة احنا من حي شعب الإسماعيلية شعب الأبطال والتضحيات لو شفنا الدبابات اللي موجودة في أبعاثه هناك ده خير دليل وخير شاهد على أن شعب الإسماعيلية من شعوب الأبطال داخل جمهورية مصر العربية ودائما بيدفعوا عن أرض الوطن وتحيات جميع الشعب الإسماعيلية وكل أهل الإسماعيلية وان شاء الله يكون لنا لقاء في قلب التل مع رئيس مدينة همام زي حضرتك وان شاء الله نكون داعم لأن احنا بندور على الإعلام المضيئ اللي بيوجه الضوء مش بس على السلبيات وبنقول يا جماعة عندنا إيجابيات استنوا هنا ان شاء الله نشرفوا التل كبير ونسعد بوجودكم بناك ونوريكم كل المقاومات للتنمية اللي بوجودها في التل كبير ان شاء الله ان شاء الله يا فندم تحيا مصر يا فندم مع وجه جميل من الإسماعيلية سيدة من سيدات الإسماعيلية لها باع طويل في العمل العام والعمل المدني بنرحب بيكي أستاذ داليا الصباح عرفي بقى السيدة المشاهدين على نشاطات حضرتك أهلا بيكي وأهلا بقناة جميلة أنا داليا الصباح الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر رئيس جماعة نبض الوطن وعضو نادي الروتري إسماعيلية النهاردة في عيد إسماعيلية القومي حضرتك شايفة إسماعيلية زي؟ والله أنا شايفة إسماعيلية هي عروس القناة وهتفضل باريس الصغرى إسماعيلية العيش الجمال، الشباب الجدع، البنات المحترمة، المنجة، الدرويش كل حاجة حلوة إسماعيلية بصراحة طب الشباب، إيه لو عملنا كده تصور لحضرتك للشباب إنت شايفة الشباب؟ أموما بقى بس نتكلم عن المجتمع الإسماعلاوي والمجتمع الإسماعلاوي هو جزء في مصر كلها حضرتك شايفة إزاي؟ ولو هتوجه لهم رسالة تقول لهم إيه؟ إحنا بالفعل مع الشباب يعني إحنا بنحاول نضيع الفجوة اللي بين جيلنا وبين الشباب اللي طالع جديد عاملين حاجة كده اسمه جروب الصفوة بنائي فيه كده فتيات وشباب يعني على قدر المسئولية عاملة معهم كده حاملة اسمها جدد وعيك معي الدكتور محمد الزواهري بنديهم ندوات في كل حاجة يعني ندوات في صحة تعليم تنمية بشرية كل حاجة بنديلهم فيها وكمان معي أستاذ محمد صلاحي عاملين صالون ثقافي توعوي بنستضيف برضو فيه دكاترة من كل المجالات وبنعمل ندوات برضو ثقافية للشباب يعني على قد ما بنقدر بنوجههم كمان لعمل الخير بنخليهم يحبوا بلدهم وينزلوا ويشاركوا معنا وماشاء الله يعني معي مجموعة جميلة قوي وأنا يعني أكتر حاجة أن أنا مركزة عليها في الفترة اللي جاية دي هي الشباب والمرأة إيه أكتر ملحوظة وأكتر كومنت شاب من الشباب قالهالك وانت ما كنتش فكرة أن الشباب وصلت للوعي ده لا لأنه ماشاء الله عليهم بصراحة يعني أنا سعيدة فعلا بالتعامل معاهم شباب على قدر كبير وبعدين على فكرة هما فرصتهم أحسن مننا كمان يعني إحنا تعبنا عبال ما قدرنا نوصل إحنا دلوقتي قوي ما كناش يعني بنلاقي اللي بياخد بأيدينا بسهولة يعني إنما هما دلوقتي الحمد لله في كتير يعني ناس غيري كمان في العمل العام بياخدوا بإيد الشباب وبيوصلوهم للي هما عايزينهم لا ده ده حاجة كويسة على فكرة لو هتوصل رسالة لحد مين هو الحد ده وتقولي له ويه بوصل رسالة لرئيس الجمهورية سيد عبد الفتاح السيسي بقول له إحنا معك يا رئيس إنت اديت الثقة للمرأة المصرية وإن شاء الله إحنا أدي الثقة ديت ومكملين معك ومكملين مع مصر ومسيرة العطاء والتنمية وبنشكر حضرتك جدا أستاذة داليا وتحية مصر تحية مصر تحية مصر ومعينا أستاذ عادل عبد السلام اللي خاف أقول حاجة من المناصب اللي تقلدها وكان أدها وكان أد إيه بيتصرف ومازال ما تلجألوش في أي حاجة أنا عن نفسي بلجأله في اليوم بعد ربنا يجي خمسين مرة لمشاكل طلاب والحل مشاكل أولياء أمور أستاذ عادل أعرف بقى السادة المشاهدين بحضرتك عادل محمد عبد السلام مدير عام بالترباء والتعليم مدير إدارة إسماعيلية التعليمية السابقا مدير عام تنصيق الوزارة سنقع حاليا مكتب فني للسادة وكيل الوزارة أستاذ عادل التربية والتعليم إيه رأي حضرتك في اللي جاي قاعدين اللي راح أنت شايف اللي جاي راح على فين إن شاء الله اللي جاي أحسن وده يتلابد من التغيير كل الدنيا التطورات كلها والتكنولوجيا الحديثة بتقول نحن لابد من التغيير مشاودي تطلع مننا على الكتاب الورقي لازم هو فيه تطوير جربنا قبل كده التابلت وبرضو المنظومة ناس عرفته شوية نخذ الوقت في النظام حتى نظام السنوات العامة البوكليت حسناش بالسنوات العامة لنا سنتين مفيش الرهبة ومفيش الدوشة الموجودة كل يوم فيه جديد لازم هو فيه تطوير كل يوم مش النهاردة يعني بعد ساعة حتى الموبايل حضرتك بيتغير كل ساعة المنظومة فيه جديدة لازم هو فيه تطوير ونعاشر الموجود حاليا عشان نوصل لنفس المنظومة على مستوى العالم مش يفضل مكاننا والناس دايما رفضة تغيير ده للأسف يعني لكن احنا الحمد لله بنحاول قادر المستطاع ان نبقى فيه جديد وفيه شوال جديد وفيه منظومة للطالب بحيث ان يطور من نفسه في البيت كمان يكون مساعد معه مش يبقى بره وجوه كلمة اخيرة علشان حضرتك تلحق الاحتفال تحب التوجهها هتتكلم في ايه وتوجهها المين بوجهها لأولئة الامور ما يستعجلوش الامور وما يدوش دروس قبل ما يعرفوا المنهج هو ايه تغير رما تغيرش وايه الجديد فيه وبعد كي يجيبوا الاعاقة على التربية والتعليم وقالوا ان احنا الدروس الدروس انت اللي بتتسابق مع ما تعرفش ابنك فهم ولا ما فهمش اتعلم ولا ما تعلمش كنا بناخد زمان الدرس في المادة اللي انا مش عارف افهمها دلوقتي بناخد في الدرس في المادة اللي انا مش عارف هي ايه مظبوط ولا مش مظبوط ده اللي اقوله كل سنة وحدرتك طيب وتحيا مصر يا فن تحيا مصر وتحيا مصر تحيا مصر شرفتني يا أستاذ عيدل وما يكفينش لقاء ان شاء الله لنا حلقات وحلقات احتقام الساعتك فن مشرفنا بكم وشرفة إسماعيلية ودائما إسماعيلية أرض البطولات سواء داخلية أو حربية إسماعيلية هي مركز البطولة والعروبة وكل حاجة إسماعيلية مشكلة منكم جداً وشرفة إسماعيلية شكراً لحضرتك رجالي على مرة تاريخ مطاق نظر وشارك تماماً وتحمل الأخوات والشهيد اللي مسافر في رحاب الله عشانها تحية لكم دي المعافر لبلي بصر ترجمة نانسي قنقر 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 ومشكركم جدا والنهاردة كنا في تغطية العيد القومي لمحافظة الإسماعيلية وزي ما وعدناكم أن بباني الخير دايما هتتواصل معاكم فأفرحكم وأعيادكم ومشاكلكم وحالتكم ومن كل محافظات مصر الجميلة الغالية مواصلين انتظرونا فاصل ورجعين ورجعنا لكم بعد الفاصل أنا بصراحة مش عارفة أقول حالة مش عارفة أقول وجهة مشرفة مش عايزة أقول تجربة رائعة سرطان، كنصر، كلنا بنخاف ونترعب وطبعا عندنا حق حضراتكم شفتوا حالات معاية عافت وحالات ما تعفتش لكن ما جبناش حالة لسه في قلب الحدث واسمحولي سميها بطلة لسه في قلب الحدث لأن السرطان ده عدو محتاج أبطال من نوعية اللي هنشوفها دلوقتي ونحكم أهلاً ونورتيني يا هبة بجد فعلاً أهلاً بيك وأختي وحبيبتي وصحبتي وعشرة السنين متشكرة جداً جداً على الدعوة الكريمة دي يا جماعة اللي انتو متعرفوش ان هبة صادقتي أصلاً فانعايز أقولك على فكرة يا هبة ما شاء الله عليكي ما شاء الله إحلوتي كل الناس بتقولي كده حتى جوزي أهلاً بقوله يعني لو كنت تعرف ان هسمع الكلام الحلو ده كنت قلت كنت تمنيت ان الكنسر كان جالي من زمين هبة أول ما سمعتي هنجيب بقى إيه من الأول كلنا طبعاً عندنا أفكار مهولة عن الكنسر وقع الخبر كان عليك إيه بصي هو مجرد اسم الكنسر ده ما تسمعيه طبعاً تخافي جداً وتترعبي أول ما عارفت ما كنتش عارف أنا عارف ان عندي ورم بس كنت لسه مش عارفة نوعه إيه قبل ما أسحب العين فأول ما قالي انت دكتور قال لي انت عندك ورم أنا حسيت ان أنا مرعوبة وكنتش قادرة أخد نفسي وطبعاً نهارت وما رحت خدت رحت عملت سحب العينة سألت الدكتور قلت له طب يعني هل موضوع يستدعي ان أنا أسحب عينة فهو الدكتور قال لي أه لازم المهم سحبت العينة وما النتيجة طلعت طبعاً نهارت بس ما كنتش عايزة أباين لحد خالص ان أنا منهورة كنت عملة عاية حساً يعني مش مصدقة لأن أنا أعرف إن الكنسر ده بيجي للسيدات في سن كبير مش في سن يعني المهم بعد كده بقى ابتدتها تمالك نفسي علشان خاطر بابا وخاطر جوزي والدنيا تمشي يعني أول فكرة جات لك يعني إيه الأفكار اللي جات في دماغك أول ما سمعتي كنسر؟ لا أبوستي أفكار بقى وحشة جداً إن أنا خلاص هموت وإن أنا خلاص دي نهاية الحياة خلاص يبقى أنا عندي كنسر خلاص أنا هموت بكرة الصبح وكنت ممكن أموت من الوهم لأن الوهم أكبر من المرض بس وعديت الحمد لله أنا قالت الخبر اللي عندك إزاي؟ حمزة حمزة طبعاً ما قلت لهش مباشرة بس كان طبعاً العيلة كلها كانت قاعدة وقلت لهم إن أنا عندي ورم وإن أنا الورم مستنية نتيجة التحليل والنتيجة طلعت خلاص بقى وقلت لهم كلهم إن هو ورم مش حلو يعني بابا كان مسافر بابا مسافر لحد دلوقتي ما عرف طبعاً كان عرف من على الفيسبوك قاعد يقول لي أنا مش فاهم طب فاهميني في إيه؟ قعدت بقى بالروح أفاهمني دي خلية في الجسم منحرفة وإن هي بسيطة وهتعدي وما تقلقش علانة كويسة والله والدنيا هتمشي جوزي طبعاً وإحنا عند الدكتور كان معي فضل حط الدماغ والله العظيم فضل حط الدماغ في الأرض كده وبعد كده فضل يعيط كنتش عارفة عملي أنا عايزة عايزة بس في نفس الوقت مش عايزة أبعيل لهم إنها ضعيفة حمزة لما مما جات قالت أنت كنت عارف حاجة يعني إيه كانسر أو يعني إيه سرطان أو كده لا مما إيه إيه اللي عارفة عن الموضوع دلوقتي إيه إيه اللي عارفة عن الموضوع دلوقتي اللي عرفته اللي مما كنا ستامل عملي فخفت وعطت عايزة طب ودعيت لهم مما بإيه بحالت لهم مما اللي ربنا يشفيها ويخليها علينا طيب ولما عرفت بقى يعني ما جيت مثلا مين قالك يعني ايه كنصر يعني ايه سرطان بدأت تفهم ولا انت لسه لحد دلوقتي مش عارفه ايه لا اعرف بس مش فهم او طب ايه اللي عارفه يا حمزة ايه ايه اللي عارف المرض ده حاجة خطيرة حاجة خطيرة ايه ده ماما ما شاء الله احلوت علي عارف ماما بطلة وانت وكرمة وبابا لكو دور مهمة اوي كرمة انت ربنا يخلي عندك حمزة وعندك كرمة كرمة ادي ايه كرمة سنتين بس مش فهمة اي حاجة بس هي كتحسة وقتان في حاجة غريبة بس طبعا هي مش مستوعبة الموضوع خالصين بس والحمد لله عارف هيبه انا ليه قررت ان اعمل الفقرة دي انا كان معايا محاربة وخفت على فكرة الحمد لله وبقت زي الفل ودلوقتي بقت في جامعية مرضى السرطان وبقت في بيت الضيافة اللي عاملال حاجة وفاق الجهري وجامعات بيت الضارطة بقى ان المحاربات فيهم حاجة حلوة جدا ان هما بيبقوا عايزين يساعدوا الناس وينقلوا التجربة ليهم ويحاولوا يخففوا عنهم فهتلاقي كل ما واحدة ربنا نجيها من المرض تلاقيها بتادي تساعد ناس تانية اه ايه دي يا هيبه دي اسوارة مكتوب عليها زراعي خط احمر دي كانت مبادرة دكتورة مهنور عاملاها لمرضى السرطان عشان احنا بنبقى شايلين الغدد من غدد الدراع يعني المكان اللي بيستقصلوا في السادي بيشيلوا منه غدد الدراع فاحنا ممنوع حد يلمس دراعنا او يغبطنا او ناخد عين الدم من الدراع او نقيس ضغط او الدراع يتعرض لاي حاجة او حتى اي حشرة تقرسه او يتقرس الدراع او كده فالاسورة دي عشان ما حدش يغبطنا ممكن واحنا ماشيين حد يغبطنا او نضخبط في حاجة فمكتوب عليها زراعي خط احمر عشان ما حدش يلمس منطقة الدراع اللي منتشال منه الغدد ده دي في منتاج شياك انا فكارتك سوار عارفا هيبا اه الدعم الدعم النفسي بقى انا عايزة اعرف فرق معاك ايه الدعم النفسي ويا ترى هو الموضوع كيماوي واستقصال يعني احنا عملنا كل الجسد او الدعم النفسي بقى مسلك ايه ومن مين طبعا فرق معايا جدا الدعم النفسي جامد جدا لانا طبعا كنت قلقانا في الاول وكده اه اول حاجة دعم اهل ريا وان هما وقفوا جمبي اه تاني حاجة فيه بقى محاربات ابتدوا يعني يدعموني نفسين اه منهم اه ناس جات للبيت وما كانوش يعرفوني خالص اه جم اه قاعدوا يتكلموا معايا وانه هما ازاي اه عدوا المرحلة اه فيه منهم اه مادام نادية مادام نادية سنوسي جات لي البيت وهي متعرفنيش على فكرة اتقبلنا مرة في نادي وبعد كده جات لي البيت ووقفت معايا في العملية اه منهم واحدة تانية اسمها ناشوة اه ناشوة بقت تكلمني في التليفون على طول ومرة كنت في رمضان قالت لي لأ متحركيش وتعملي اي حاجة وراحت جابت لي اكل في البيت علشان انا كنت لسه في وقتها عاملة العملية غير بقى طبعا دعم اهلي ودعم المحاربات كمان هما يعني داني طاقة ايجابية طبعا فرق معاك يا هبة فرق 360 درجة لما شوف واحدة حالتها اصعب من حالتي وعندها كان الكنسر منتشر في جسمها والحد الوقتي صمدة وبتجيلي وبتغدم اهلها وبتجيلي عايزة تساعدني فدي كفاية عندي جدا دي ديتني امل في الحياة كبير جدا يعني وان مش نهاية الحياة كانسر بالعكس ممكن يكون هو بداية حياة جديدة تلك جملة جميلة قوي دايما بقرهالك على الفيس لان انا تاني هكرر ان احنا اصدقاء سيمر كل مر دايما بتكتبيها بعد جلسة الكيماوي يعني اهو انا مش عايزة اسيلتي تبقى سخيفة بس انا مش عايزة اللي بتسامل على وشك دي الناس تفهمها ان ده لأ انك غير كل مرضى لسرطان بتبتسمي وبتتحكي مين بيجي معاكي جلسة الكيماوي اه جوزي بيجي معايا ومحمود اخوي بيجي معايا اه وساعد باخد حمزة بس كارما ما باخدهاش معايا اه صاحباتي بقى ما بيسيبونيش يعني كل مره باخد حد معايا شك لا هي يلا يا جماعة عندنا كماوي النهاردة تفضلوا الدكتور بيقولي انا عجبني روحك انا مش باقي يعني مره تجيبي حد معاكي كل مره اقول له ايه اصلي دي اختي دي اختي قال لي انت عندك اخوات كتير او يا هبنت كل مره تجيبي حد معاكي مكناش بابا وماما كانوش حاملين تنظيم واصلا اما صاحباتي عصا بخدهم معاي عشان ايه فاهموا يقعدوا يتكلموا معايا نضحك شوية الفرح او ساعات الماغي بتبقى ثقيلة وانا معاك شوية كده يعني فاهما برضو حسان هو بيهونوا لما حد بيقعد معايا في الوقت ده هوا ابقى تعبانة بس الكلام ويدحك بيخليني انسى الدعب هو انا بس اخاف ان حدا من السادة المشاهدين يفتكر ان يدحكي지 انا بالذات بما اني بجيدي عن الموضوع في الموضوع ده ان هو استهانا لا احنا معانا بطلة في قلب الموضوع فقد ايه لما بنكون واغدين الموضوع عادي ربنا بيعديها في بقى طبعا هما سادة مشاهدين لسه يتعرفوا على ضفتنا الجميلة ريهان احنا كلنا اصدقاء مع بعض اول ما ريهان دخلت وقلت لها الميكب كنتوا بتتكلموا عليا عشان ما سمعتكوش اه كنا بنتكلم عن ان احنا عايزين نعمل مبادرة لسيدات المحاربات طبعا احنا متضمرين يعني في ناس متضمرة نفسان يعني جامد جدا فريهان عندها يعني اخدها كورسات في قصة الدعم النفسي غير انها شطرة في الميكب جدا فقلنا بقى واحنا وقفين كده عالثارين لا احنا عايزين نساعد الناس دول نعمل لهم يوم بقى وريهان تزبطهم بقى تخليهم معرويس وكده قبل ما اروح لريهان هبا الصورة اللي انت نزلتيها اول مشاركوية يعني انا واحدة من الناس اول ما شفتوا الصورة انت الاول خدت الخطف وورا الجريه اوي 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 دي ازاي وليه اولا شعري طبعا وقع كله يعني بعد الجلسة الاولانية خلاص شعر كله وقع فانا عندي محاربات كتير قوي على صفحتي على الفيسبوك فقلت انا هنزل وانا قوية ايه يعني شعري وقع بالنسبة صعبة بس انا كنت يعني اتخضيت طبعا اول ما شعري وقع اتخضيت شعري وقع كله كده مرة واحدة فطبيعي لازم اتخضي انا بشر بس انا قوية انا يعني ان شاء الله الفترة دي هتعدي وشعري هرجع تاني وهنزل صفحتي على الفيسبوك عشان المحاربات يشوفوهم وما يبقوش متضايقين ونزلت شعري يعني نزلت صورتي من غير شعري المشكلة وان الفترة هتعدي وشعري هيرجع احسن من الاول وريهان عملة تقولي شعرك هيرجع احسن من الاول وانا متفقلة ومصدقها ان شاء الله واسمحيلي الاول قبل ما نقولي اللي كنت بتتكلمي فيه ارحب بريهان يعني هنقولي من احد الصديقات الكتير قوي المقربين لهبه وليه على المصدر الشخصي برحب بيك يا رهان انا سعيدة ان انا معاكم النهاردة ومع هبا ومعاك ياشرين عن مصدر الشخص احنا صحاب وسعيدة ان انا بتكلم في الموضوع ده وخصوصا مع هبا بالزيت طيب الاول هقطعك في دي انتوا قعدتوا تتناقشوا شوية اول ما شوفتوا بعد وايه ده الميكوب جميل طب نعم انا ما عارفتش يركز فانا عايزة نقولي كنتوا بتتكلموا فوقي يعني انتوا استغلتوا اللقاء ده على فكرة يا جماعة ولو سمحتوا احنا لنا حق رعاية هبا كان بتكلمني في موضوع الدعم النفسي ان احنا بنعمل نحاول نعمل حاجة كده دعم نفسي للمحاربات فكنا بنتكلم ان احنا نفرحهم بحاجة كويسة نعمل ميكوب كويس نعمل حاجة حاجة كده للستات بقى يعني نزبط وانت عافى دايما الواحد لو بشكله حل بتبقى نفسيته حل فاحنا فكرنا كده حالا واحنا اول مشوفنا بعض دلوقتي ان احنا نروح نعمل اليوم نعمل ميكوب نعمل شوية تريتمنت كده لوشينا نحاول نشوف شعرين هنعمله ازاي ونعمل ننبسط مش احنا كده كستات لما بنتقابل ولا حاجة نروح لكوفير او نروح نغير جو او نروح نعمل حاجة جديدة فاحنا هنعمل ده جوه المكان بتاعه فين بقى المكان يا هبا والله انا لسه يعني احنا عندنا كزا كزا مكان ممكن نعمل فيه بس احنا يسا ما حددناش بالزبط ممكن نعمل فيه يعني فيه دار ممكن دار الضيافة دار الضيافة ممكن نروح نعمل فيه وممكن عند حد مسلا من المحاربات في البيت ممكن عندي انا عند ريان عند اي حد بس فكرة هنا مفيش اي مفيش بجاد طب تمام زي الفل بس احنا عايزين نتجمع في مكان مش مهم المكان المهم الفكرة ان احنا نعملها مين اكتر اه مين اكتر واحدة هتفرح بالفكرة دي يا هبا من المحاربات اللي معاك بصي نشوة نشوة صاحبتي هتفرح بالفكرة قوي لان هي برضو بتحب هي محاربة وصغيرة في السن عندها ستة عشرين سنة وهتفرح قوي بتحب الحاجات دي وبتحب تفرح المحاربات جدا يعني في ست ولا بنتي عشرين ما بتحبش انها تبقى حلوة او او تغير او تعمل موت حلوة او كل الستات او كل البنت عمتا فتخيئين احنا لو عملنا ده مع ناس محتاج انت عارفة الادوية او الحالة النفسية دايما بتأثر علينا على شكلين فالفكرة ان احنا نغير دي ممكن تعمل سبورت او تعمل دعم حلو قوي او تغير نفسية كويس اوي عايز اقولك هل حاجة بقى ارجع عشان انا كنت سامع الحوار او ما دخل عايز اكلمك كده شوية عن هبة احنا فاجأة كمجتمع او سمعنا ان هبة تعبينه طيب هبة تعبينه طيب جاء كذا الحقيقة يعني احنا تصدمنا ما كناش عارفين نعمل ايه بس هبة اللي ديتنا القوة ان احنا نتعامل معها يعني انا من الناس اللي كنتم ممكن اسأل حد من صحابنا على هبة لغاية لما شفت هبة ولما شفت هبة كنا كنا عاديين مرة واتقابلنا برا قبل ما تدخل العمليات هي اللي ديتنا القوة على الفكرة يعني يعني احنا مفروض اللي هنددلها القوة اللي لقينا هبة هي اللي بتدلنا القوة هي الجريئة م شاء الله هي اللي واخد الموضوع بين المنتهى الامان والقوة والعزم وكان عندها حاجة كده من الرضا عارفة اللي هو قلبها كان متطمن زي ما كو ربنا كان متطمنها وكانت عندها حالة حالة حلوة كانت طبعا قلق انا وكانت طبعا مراوبة والكلام ده اكيد بس الحالة الحلوة اللي كانت جوا هبة كنت بتمنى انها كل الناس تشوفها في الوقت ده وتعرف ان الواحد لما بيبقى عنده ايمان بالله وقضاءه الموضوع بيعد عارفة يا رهان انا اول ما شفت صورة هبة على الفيس وعارفة اللي هي الاول التخد تقوي وبعدين ما فكرت في الموضوع لقيت لا برفع ليكي انا اكتر حاجة بدي اي شحر واحد يعرف ان شعر واقع قوة عايز اقول لك اه اه اعتزازها يعني يعني مش شرط ان انا عشان شعر مش حاجة معينة اللي بتزود جماعة لا بالعكس قوة يعني هي مش مش معنى ان انا شعري واقع مثلا ان انا عاقى حداي او هتكسف او هتدارة لا خالص دي حاجة ممكن يمر بيها اي حد في اي وقت مش هتكسف منها فكانت منتهى الجراءة وبصراحة انتبسط بيها جدا كنت فرحانا بيجد فعلى فكرة يا جماعة هيبة اصلا محجبة يعني هيبة اصلا اه لا في ناس ممكن عشان احنا بنتكلم عن الشعر وكده لا هيبة اصلا محجبة لو قدرنا نلخص الموضوع دي هيبة يعني منح منح ربنا ليكي ايه عبارة عن واحد اتنين تلاتة في المنحة الكبيرة في المحنة الكبيرة لان مهما كنا بنتحك او بنهزر احنا ما بنخففش من حاجة بس احنا بننقل قد ايه الوقوف جنب بعض المؤمن للمؤمن كالبنيان زي ما قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرسوس انت شفتي ايه ايه الحلو اللي شفتيه في الازمة الوحشة قوي دي بصي الحمد لله ربنا انا عم علي بحاجات كتير كويسة جدا منهم الحمد لله انا عديت فترة صعبة يعني عديت فترة شوت كبير دي برضو نعمة من ربنا ان انا قدرت اقف على رجلي وان انا قدرت اقاوم وان انا قدرت افضل حتى ثابتة في بيتي يعني الحمد لله على قد ما اقدر بحاولة بقى يعني في البيت ماشي والدنيا ماشية تعلمت ان انا اصبر على اللي بتلاقص ده بتلاق شديد تعلمت ان انا اصبر ما ما تصرعش حتى اتغير حاجات كتير قوي في حياتي يعني بقيت حتى اخد الامور بالروح عايزة بقيت عايزة استمتع بحياتي يعني كل لحظة لان انا ما حدش عارف بكرة في ايه فانا عايزة استمتع باللحظة اللي انا عايشها النهاردة وابقى مبسوطة وولادي مبسوطين وبيتي زي الفل دي حاجة ربنا اناعم علي بصحاب حلوين وقفوا جنبي يعني الحمد لله ودي نعمة برضو كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى ربنا اناعم علي عندي بيت واسرة ودي مش موجودة عند ناس كتير برضو الحمد لله الحمد لله على كل حال يعني في ناس كتير بقت حوالايا بحاول اساعد ناس كتير ودي حاجة كويسة برضو دي بتنعكس قصارها علي فالحمد لله على كل حال الحاجات كتير حلوة والله العظيم الحمد لله هوا مفيش اجمل يا هبة من الكلام اللي انتي قلتين ان انا اختم بيه اسمحيلي اشكرك جدا يا رهان ونورتيني اللهي انا اللي بشكرك وبشكرك يا شرين ان انتي يعني دعيتيني على الحلقة بتاعت هبة وطبعا طبعا كل الشكر الهبة لان هي تستاهل الشكر على اتقل الإجابية اللي هي بتديها لا انا يعني انا عارفة ان جلستنا دي مكانش ينفع ليها حلقة بس بصراحة فكرة المجموعة المحاربات والميكوب فلو هم حابين ينقلوا تجربتهم دي وهدي يا جماعة احنا من غير ميكوب جمال وبميكوب اجمل فانتي بقى هسيب لك انتي تنصيك الفكرة دي واحنا على تواصل وفعلا الحمد لله زي ربنا قبل ما بيبل بيدبر انا عايز اقول حاجة وده كان الهدف من استضافتي لهبة النهاردة وهدف برنامجنا اللي هو بيباني الخير ان طول ما احنا وقفين مع بعض ربنا هيقف معانا وانا مش لازم الحاجة تكون مادية الحمد لله هبة مش محتاجة لحد في جنيه بس دعوتكم وقفتكم زي ما بقولها لحضراتكم لما يكون معايا حالة محتاجة حاجة مادية بقولي لما يقدرش يعمل اي حاجة خالص يرفع ايده بالدعاء ويداي يمكن دعوة واحدة بظهر الغيب لحد ما نعرفوش هي تكون سبب شفاة وتكون اهم من كنوز الدنيا اشوفكو الحلقة الجاية موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة